السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شايماء عادل هنتكلم النهاردة عن مراتب الغنة احنا خدنا قبل كده احكام النون الساكنة والتنوين وكان فيها من احكامها الازهار والاضغام بنوعي بغنة او بغير غنة وخدنا الاقلاب والاخفاء وخدنا بعد كده من احكام الميم الساكنة الاخفاء والازهار والاضغام وخدنا برضو احكام النون والميم المشددتين وكل الحاجات دي كانت فيها غنة طيب ايه المراتب بتاعت الغنة يعني امتى اقول مسلا ان الحكم ده فيه غنة قوية لكن الحكم ده فيه غنة بس قليلة شوية ناقصة شوية وامتى اقول ان دي انقص ما تكون او اكمل ما تكون هو ده الدرس بتاعي النهاردة ازمينة الغنة اربع مراتب اول حاجة اكمل ما تكون اللي هي اكبر حاجة اقوى حاجة او كاملة او ناقصة او انقص ما تكون يبقى كاملة اه اول حاجة اكمل ما تكون كاملة ناقصة انقص ما تكون دي كده اربع مراتب للازمينة الغنة فعندي اول حاجة اكمل ما تكون متكون في حاجتين في النون والميم المشددتين والنون والميم المضغمتين يبقى النون والميم المشددتين اللي عليهم شدة لكن ثم اليم تمام كل دي حاجات مشددة المضغمتين بقى اللي هما فيهم اضغاء ما يعمل ما لهم من هنلاحظ ان الغنة قوية الغنة مسموعة يبقى دي كده اكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والنون والميم المضغمتين تاني حاجة بتكون كاملة دي المرتبة التانية في النون والميم المخفتين اللي فيهم اخفاء الانسان انبورك ترميهم بحجارة طبعا الانسان فيها اخفاء انبورك دي فيها اقلاب واحنا عارفين من قبل كده من احكام النون الساكنة ان الاقلاب بيكون في اخفاء عشان كده بقول في النون والميم المخفتين النون دي تعتبر مخفى ليه لان الاقلاب بيكون في غنة مع الاخفاء ميما بغنة مع الاخفاء لبقى كده اول حاجة النون والميم المشددتين والمضغمتين تاني حاجة في النون والميم المخفتين سواء اخفاء اقلاب الانسان انبورك ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة طبعا ده اخفاء شافوي يبقى كده دول اول مرتبتين من الغنان ثالث مرتبة اللي هي ناقصة بتكون في النون والميم الساكنتين المظهرتين ونركز على الساكنتين لازم يكونوا ساكنتين سميع عليم انعمت هم فيها انعمت الميم ساكنة والنون ساكنة هم فيها الميم ساكنة طيب سميع عليم هي ازاي ساكنة هنا مش احنا عارفين ان التنوين بيكون عبارة عن نون ساكنة زائدة يبقى سميع دي تنوين والتنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة عشان كده هو حاطت هنا التنوين وطبعا هنا مظهرتين فيهم اظهار يبقى كده دي المرتبة الثالثة المرتبة الروعة اللي هي الاخيرة بقى واقل حاجة في ازمنة الغنان اللي هي انقص ما تكون بتكون في النون والميم المتحركتين زي ايه اي ميم ونون متحركتين بقى كل بي سماه الميم متحركة يأمركم متحركة هي ايمانكم نفس الكلام مؤمنين كل ده الميم فيها والنون بيكونوا متحركتين يبقى دي كده ازمنة الغنان بالترتيب الاربع مراتب وفهمنا كل واحدة فيهم طبعا سواء انا بقرأ بقى بالترتيل او التدوير او الحدر يعني مهما كانت سرعة القراءة بتاعتي سواء بطيئة او متوسطة او سريعة راعي برضو التناسب بين ازمنة الغنان يبقى التناسب بين ازمنة الغنان ده لازم هيكون متحقق مهما كانت سرعة القراءة تمام ده كده درس ازمنة الغنان وايه المراتب بتاعته واتمنى تكونوا استفدتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة